سندوا وشات وراحوا للناس وطبطبوا عليهم ومتاعوا كل حاجة أنا بقول لحضراتكم أنه هذا الشعب أما بيفهم بيقدر سؤال مهم كل الناس بتسألوا تاني النهاردة هل ممكن هذا الحدث يتكرر قولوا للناس هل ممكن الحدث ده يحصل بكرة أنا بقول لك آه من خبرتي يعني يعني مش حاجة رغم أنه احنا بنتكلم على حاجة لا علاقة بالسيستم لكن تعال بص للسيستم عايز حاجات كتير قوي عايز أنظمة إطفاء إلكترونية أوتوماتيكية موجودة في المحطة عايز جرارات أحسن من كده عايز كذا عايز كذا عايز كذا عايز حاجات كتير كل ده يتكلف كام كل ده فطورته كام أنا عايز أوري لحضراتكو بس الجزء الكامل لكلام سيادة الرئيس وقتها كان واضحا وناس كتير طلوا قالوا له إيه قالوا يعني إيه قال لهم لأ أنا عايز بس أقول له وقف الوزير وقتها قال له خلينا نقول الحقيقة للناس المواجهة ودايما برجع وأقول أنه ليست مواجهة الرئيس ولا مواجهة الإعلام فين دور أجد دائما في الوقت ده أسأل أين الحزب إيه التنظيم الجماهيري اللي المفروض يبقى واي في وسط الناس إنت عارفت مين المندوب أو النائب بتاع المنطقة دي النواب عملوا إيه اتكلموا مع الناس إزاي الناس بتوقفنا في الشارع وتقول لنا إيه الحكاية إيه الموضوع هنعمل إيه الدولة دي كلها محتاجة جدا إنها يكون عندها نوع من أنواع الحاجة اللي تغيطي الناس ترجمة نانسي قنقر